النهاردة حلقة مميزة حلقة بعد غيبة طويلة فلازم تكون نجمتنا أو بطلنا النهاردة بطل برضو ليه باع كبير أو ليه اسم كبير أو اسم من دهب في الرياضة المصرية بطلتنا النهاردة هي بطلت العالم في الكوميتيه كاراتيه الكوميتيه في العالم هي بطلت العالم وكمان سطرت اسمها من دهب هتبضل الأجيال لعشرات السنوات القادمة تذكرها إن أنت تحقق إنجاز محلي ده ممكن إنجاز إقليمي أو أفريقي ممكن إنما إنجاز عالمي وتوصل للقمة في الإنجاز العالمي على دول هي اللي أسست لعبة الكاراتيه فده الإنجاز بل الإعجاز نجمتنا النهاردة هي أول مصرية وعربية وأفريقية تتأهل أولمبياد توكيو وأحد المرشحين بقوة للحصول على مدينيا خاصة بعد دخول لعبة الكاراتيه إلى أجندة الألعاب الأولمبية أول مرة هتبقى في توكيو القادمة بطولة توكيو القادمة اللي هتقام في شهر سبع وآخر شهر سبع القادم نجمتنا وبطلتنا هي الدكتورة أو النجمة والبطلة جيانة فاروق اللي ما عرفش جيانة فاروق الحقيقة مش هيبقى التقصير منها هي هيبقى التقصير من الإعلام الحقيقة اللي ما حطش الدوق على هذه النجمة النجمة كده هي معنا النهاردة عشان ندي حقها ونعرف جمهور النادي الأهلي بس مش بس جمهور النادي الأهلي ونعرف جمهور الرياضة كلها من جيانة فاروق جيانة فاروق النهاردة في الفقرة الحوارية لازم كل أبطلنا وناشئنا وناشئاتنا يتفرجوا لأنها قدوة قدوة علمية وقدوة رياضية لكل شباب وشبات مصر تم تكريبها من أكبر المؤسسات المصرية وهي مؤسسة رياسة الحقيقة يعني لازم كل منها هيتفرج على الحلقة النهاردة هيتعلم حاجة فتابعونا بعد إذن حضراتكم في النص التاني من حلاتنا في الفقرة الحوارية مع الدكتورة أو البطلة أو العالمية جيانة فاروق هتتعلموا حاجات كتيرة جدا وهنقول وهنحط الدوق على حاجات الناس ما تعرفهاش كمان للي يعرف جيانة فاروق فيه جزء من شخصيتها الناس ما تعرفهاش لازم هنعرضوا على حضراتكم وهنتكلم معها في كل صغيرة وكبيرة خاصة ناشئتها وازاي خدت السقة الصعبة انها توصل على قمة هرم الكراتية في العالم كله